البيعة في الخبرة النبوية فماذا عن بيعتي العقبة كما يقول بعقد تاريخي حقيقي بين إرادات إنسانية حرة وأفكار واعية ناضجة من أجل تحقيق رسالة سامية بنص كلام دكتور زيدان ألا يعني ذلك أن الانتخاب أي البيعة الإسلامية كانت المفهومة الأعلى والأرقى لأنها تحققت في الواقع كعقد اجتماعي وصبقت مفاهيم روسو التي كانت مجرد كلام غيبي بل وصبقت وجود الدولة وإنشائها مما يعني إعطاءها قيمة عليا أعلى من الدولة فهو يقول عن هذا العقد الذي تم في العقبتين تم فيه الاتفاق بين إرادات إنسانية حرة وأفكار واعية ناضجة من أجل تحقيق رسالة سامية في حين أن فكرة العقد الاجتماعي عند روسو مثلا في الفكرة الغربي الحديث كانت تبريرا غيبيا لنصب له من الواقع يبدو الكلام هنا قويا مدعما ببيعتين حدثتا على الأرض بل وقبل إنشاء الدولة لكن الخطأ الوحيد هنا أو التلبيس على المسلمين هو أن كل الكلام يبدو صحيحا خاصة وقائعه التاريخية التي لا يمكن إنكارها لكن ما يمكن إنكاره بل يجب إنكاره أن بيعتين العقبة كانت لمحمد لإنشاء دولة وهنا خلط دي الأوراق الذي يفوت على العين التي لا تدقق فيما يسوقه لنا سادتنا أهل الدولة الإسلامية فلم يكن هناك أي اتفاق في البيعة على إنشاء دولة بموجب تلك البيعة ولا توجد أي بيعة في الإسلام منشئة للدولة كما زعم الدكتور زيدان هو يريد تأكيد أن الإسلام دين ودولة وليس مجرد دولة بل دولة مستكملة الشروط والأركان التي وصلت إليها الدول المعاصرة المتفوقة وهو في واقع الخبرة الإسلامية لا وجود له بالمطلق لأن الإسلام كما جاء كان دينا للحياة وللآخرة بالعبادات والثواب والجزاء وبيعة الردوان المسمى ببيعة الشجرة في الحديبية وهو في واقع الخبرة الإسلامية لا وجود له بالمطلق لأن الإسلام كما جاء كان دينا للحياة وللآخرة بالعبادات والثواب والجزاء نعم حدثت بيعات وليس بيعتين فهناك العقبة الأولى والعقبة الثانية وبيعة الردوان المسمى ببيعة الشجرة في الحديبية لكن أي منها لم يرد فيه شيء عن الدولة ولا السياسة ولا نظام الحكم ويبدو لنا أن الإسلاميين لديهم شيء من الارتباك والتخبط في هذه المفاهيم حتى أن الدكتور زيدان نفسه يفسر البيعة لنا ثلاث مرات كل مرة بمعنى مختلف فالمعنى الأول في قوله إن البيعة هي مثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي وفي قوله فالعقد الذي حدث مرتين عند العقبة كان عقدا حقيقيا تاريخيا تم فيه الاتفاق بين إرادات إنسانية حرة وأفكار واعية ناضجة وأن هذه البيعة كانت كما يقول من أجل تحقيق رسالة سامية وهكذا لم تعود البيعة مثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي لأن الهدف في القول الثاني هو من أجل تحقق رسالة سامية أي إنها كانت شأنا ديني صرفا داعما للرسالة كي تتحقق فهي مرة عقد اجتماعي تأسست عليه الأمة ومرة كانت أساسا لتأسيس المجتمع السياسي الإسلامي ثم مرة تحقيق لرسالة سامية إن دقة المفاهيم عند حضراتهم مفقودة بالمرة للتدقيق نعود إلى ما حدث ليلة العقبة الأولى وليلة العقبة الثانية التي ركز عليهم الدكتور زيدان نبحث عن الدولة أو عن العقد الاجتماعي وعن الإرادات الإنسانية الحرة وعن عقد تأسيس المجتمع الإسلامي وأي ما نجد منها سيكون في صف الدكتور وإخوانه المسلمين وعسانا نجد خيرا نقرأ حوادثه سنة 11 للهجرة في أي كتاب من كتب السير والأخبار والحديث ولنأخذ هنا من المنتظم إذ يحدثنا أن من حوادث هذه السنة أن 12 رجلا لقوه بالعقبة وهم أسعد بن زرارة يذكر الأسماء حتى عويم بن ساعدة فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى ويقول ونحن اثنى عشر رجلا أنا أحدهم فبايعناه على بيعة النساء على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصاه في معروف وذلك قبل أن تفرض الحرب قال صلى الله عليه وسلم فإن وفيتم بذلك فلكم الجنة وإن غشيتم فأمركم إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب هذه حكاية بيعة العقبة الأولى على اتفاق بين الرواة في كتب السير والأخبار والحديث والتفسير ألا يشركوا بالله ولا يزنون ولا يقتلون ولا يكذبون كلها بنود لشأن ديني أخلاقي بحت كلها تأكيد من أصحابها قبول الإسلام وشروطه دينا يؤدي لدخول الجنة أو النار أمر الناس فيه مفوض لرب الدين إن شاء غفر وإن شاء عذب فأين هو الفكر الواعي الجديد؟ إن منطوق هذه البيعة يوعز بشدة أن مجتمع العرب كان مجتمع فسوق ورذيلة وفجور وانحلال وفساد حتى يحتاج الأمر إلى هذا اللقاء التعهدي المبايع على التخلي عن أخلاق الجاهلية وفسوقها والتخلق بأخلاق الإسلام منطوق البيعة ليس فيه ما يشير بالمرة إلى تأسيس مجتمع سياسي إسلامي وليس فيها أي عقد اجتماعي يؤسس أمة أو مجتمع لأن المجتمع كان قائما موجودا ولن يقيمه 12 رجلا هذه البيعة كانت إشهار إسلام ودخول في الدين الجديد تم فيها تعريفهم ببعض يسير من مبادئ وشؤون دينهم فلم تكن الحرب الجهاد قد فرضت بعد ولم يكن الدين قد اكتمل فحتى الدين نفسه تعاهدوا على بعضه وهو الجزء الذي كان يعرفه النبي حتى حينها في الزمن المكي الذي لا يحوي إلا على اليسير من مبادئ الإسلام وقيمه وتشريعاته ونصوصه ومعظمها نسخة الزمن المدني في يثرب الذي لم يتعاهدوا عليه هكذا كانت بيعة العقبة الأولى تحديد هدف الدين بالسعي في الدنيا للحصول على رضى الله لدخول جنته وليس لإنشاء دولة ذات سلطة وسلطان وملك يتناصر حوله الناس أو يتصارعون